التاسعة صباحاً ووعدنا مع موجز لهم الأنباء مع هيرا الحملوي تفضلي هيرا شكراً جمانا التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت برينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم شارك رئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبت الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء خلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروع يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة إيماناً بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من جانبه اعتبر الرئيس الروسي المشروع رمزاً للتعاون الروسي المصري قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت مكجورك وصل القاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة وبحث إطلاق صراح المحتجزين وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول وأشار إلى أن مكجورك سيناقشه أيضاً خلال دولته بعدد من دول المنطقة تقييماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية وجهود حماية المدنيين الفلسطينيين وأوضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقريص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه غير مقبول وقال جوتيريش خلال اجتماعين لمجلس الأمن الدولي أن الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطراً بالغاً على السلم والأمن الدوليين مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها وقعت اشتباكات عن نفا بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة بقطع غزة وأكدت مصادر فلسطينية استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بصاروخ مما أصفر عن مقتل وإصابة عدد منهم شرق جباليا يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه طائرات الاحتلال محيط مدرسة مصطفى حافظ بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس مما أصفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين مرارا خطابا انتخابيا للرئيس جو بايدن وخلال خطاب ألقاه في تجمع الانتخابي بولاية فرجينيا قرب واشنطن اضطر بايدن للتوقف مرارا عن الكلام بعدما قاطعته لتافات تدعو لوقف الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان الولايات المتحدة نفذت ضربات في العراق ضد ثلاث منشآت مرتبطة بفصائل مسلحة وقال وزير الدفاع الامريكي لويد أوسن في بيان ان هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد الجنود الامريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا وتعرضت قوات امريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة اعلنت القيادة المركزية الامريكية تنفيذ ضربات على ثمانية اهداف في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن هذا واعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون تدمير 25 منشأة لاطلاق الصواريخ واكثر من 20 صاروخا ومسيرات ورادارات للحوثيين منذ 11 من يناير الحالي واكد البنتاجون ان الولايات المتحدة مستمرة في العمل على الصعيد الدولي والاقليمي لمنع توسيع دائرة الحرب في الشرق الاوسط مشيرا الى ان الهدف من الضربات في اليمن هو ضمان حرية الملاحة الدولية انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل